سمعني أنه سوتي عملية قسطرة بسبب جلطة يمكن شونيك اليوم وشنو سبب هاي العملية؟ والله بعدني شوية تعبانة بس الحمد لله شوفيا مو شونة جلطة هسه رح أشرح لك الموضوع وعلا أنا من يعني من ولاتي من إجئة للدنيا أنا عندي شريان ملتوي يعني أو ما عرف شون صاير طونيا بمصطرح طبيعي فهذا بالإجهاد بالتعب مثلا إجهاد عصبي أو إجهاد بدني مثل اللي يصير الدم ما يوصل بشكل صحيح فإنسد فأني عايفت عادي يعني الموضوع لأنه ما يتصلح أصلا يعني من وقتها قلولي يعني ما يشكل خطر فعادي الموضوع عايفت قبل فترة تقريبا أسبوعين أنا كلش عصبية يعني ومن نوع الأفكر هواية يعني أنا مو إنسان مرات أقول أتمنى أكون إنسانة بلا تفكير أتمنى أكون إنسانة ما أحس بالشيء لا أنا أحس بالكل شيء وأفكر فكان عندي موضوع بشغلي يعني مع الأسف هو الموضوع خصت شغلي يعني فأني صار عندي انفعال زايد وتعب بدني همتشان لأنه دا حضر الفد مشروع أو فد شيء فصارت عندي على غفلة صفحتي كلها هي وقفت عبالهم جلطة بالدماغ أخذت فحوصات لأطرعت مو جلطة بالدماغ بس متأثر اللي هو هذا الشريان بصير بي مثل الإنسداد قمت إذا أحشي أتعب يعني هالحشي صار بالليل ثاني يوم الصبح أنا اتصالت بدكتوري دكتور وسام العبيدي تحياتي إلي قال اليوم لازم نسوي قصدر لأنه شاف تخطيط وهالي سواله حتى نشوف شنو الموضوع لأنه أنا بيوم ها إذا أسولف ويا كلمتين أنا متت هذا كان يعني فعلا أسوأ يوم بحياتي بالناحية صحتي وهي أول مرة تصير بيش هاي الحال لو متكررات لا أول مرة تصير بيش يعني ما شايفة هي كي حالة وردت أموت بس الحمد لله يعني سويتها وأثناء القصدر أمشت كل شي صعب أماردة خوف في العالم خوف تريد تسوي